لكن بس كنت عايزة أسأل الدكتور هو الخضروات وكتر الخضروات والأكل البطيخ ممكن تتابع في القولون حاضر يا حبيب ألام في القولون يعني حاضر يا حبيب تتبين البطيخ من الفاكهة الصيفية المفيدة جدا جميلة وفي مادة مفيدة أو اسمها السترولين ودي مادة مهضمة في نسبة مية عالية وبالتالي بيساعد على تليين الجسم وعلاج الجفاف وتليين القولون خاصة الناس عندهم امساك لكن ما ننساش إن في نسبة ألياف عالية ممكن تسبب عصرها إحنا بنحب ناكل كتير تمام فحنشرب عصير بطيخ أو حناكل بطيخ بدون إصراف بلاش لب البطيخ لأن لب البطيخ زي اللب اللي موجود في الشمام زي اللب اللي موجود في البرقوق اللي هو البزرة الكبيرة بتاع البرقوق زي بزرة المشمش فيها مادة الأميجدالين وده أحد المواد اللي بتتحول لصينايت في الجسم فما فيش ده اللب البطيخ إيه سينايل ده؟ مادة تسمم الجسم فمش مستحب إن إحنا ناكل لب البطيخ ما هو كده ولا كده ما حدش بيأكل لب البطيخ لا ده فيه ناس بيسيبوه ويمتجففوه ويحمصوه آه يعاملوه لب يعني؟ بالزبط آه أوكي فالبطيخ وجبة مفيدة جدا أما اللب اللي احنا بناكله ده بيبقى لب إيه؟ لب السوري لا خير السوري اللب التاني بزور دوار الشمس لب الأسمر واللب الأبيض ده بيبقى برضو لا ده بزور أخرى مش بزور بطيخ مش بطيخ؟ أوكي ميش مكنتش عارف طول عملي فاكرا أن اللب الأسمر ده لب البطيخ لا لا الأسوة ده هو لب البطيخ آيوه آه اللي هو اللي بيتباعه اللب الأسمر؟ لا الأسمر ده ده بزور أوكي مش بزور البطيخ مش الووتر ميلون عشان كده فيه النهاردة يمكن حد يلاحظ أن فيه سيدليس ووتر ميلون اللي هي بطيخ بدون بزور آيوه ده بدأوا ينتجوه في العالم وده أفضل ها؟ وده أفضل طبعا معنا زهرة يا زهرة إزايك؟ زهرة؟ روحتي فين يا زهرة؟ طيب حاولوا تتسلي بنا تاني كانت غادة بتقول على الخضروات كمان هل الخضار برضو بيعمل بيعمل مشاكل في القولون؟ أنا ما بجيني مريض عنده قولون عصبي بقوله ابعد عن السلطة الخضرة يعني يخليك قريب أكتر من الخضروات المطهية يعني كل ما نطهو الخضار على البخار أو السوتي أو السوتي أو تشربه على هيئة شربة يبقى أفضل لك يعني أنا دايما نقول البروكلي على البخار أكبر أكثر مقاومة للأضرار يعني البروكلي أخده أقليه في الزيت ولا أبخره واكله هو مسلوق مبخر أفضل الأرنبيت نفس الكلام إحنا بندخل الأرنبيت في الزيت ما بناخدش فيديد الأرنبيت على البخار المسلوق ومتقطع في السلطة قفيت لنا مئة مرة من الأرنبيت اللي إحنا محمرينه في الزيت واحد